دلوقتي مشاهدينا معد موجز لهم الأخبار معالمي شكرا ليك شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزير الخارجية سمح شكري للاطلاع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقية والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأديس أبابا وشهدت نتائج القمة تساقا مع المواقف المصرية بشكل عام خاصة ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الإفريقي وحالة السلم والأمن في إفريقيا وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخمس للقارة كما شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ والذي شهد إشادة بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ والنتائج الإيجابية التي تم تحققها خلالها وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأوسبيكي شوكة أمرديعيف حيث تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة كما شهد الرئيسان مرسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقبها مؤتمر صحفي مشترك تم التأكيد خلاله على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين حيث قال الرئيس السيسي إنه تم خلال المنباحثات الاتفاق على التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف مؤكدا أنه تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية كما أكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق خلال المنباحثات على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي إن قوات بلاده تتشبث بمواقع على خط المواجهة في شرق أوكرانيا على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها من الهجمات الروسية المستمرة وأضف زلنيسكي أنه من المهم للغاية أن لا يطرأ أي تغيير على القطوط الأمامية مؤكدا أن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة في الهجمات المستمرة في منطقة دونتيك ولوهانسك محور القتال الرئيسي أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن ثمانية آلاف مدني منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وأضفت المفوضية أنه أصيب أكثر من ثلاثة عشر ألفا بجروح ما يرفع حصيل الضحايا الحرب من المدنيين إلى أكثر من واحد وعشرين ألفا وقالت المفوضية أن الأرقام الأخيرة تكشف الخسائر والمعاناة التي لحقت بالناس منذ بدء العملية العسكرية قبل عام أكد وزراء خارجيات مجموعة السبع في بيان الختامي لمؤتمر ميونخ للأمن التزامهم بدعم النظام الدولي القائم على سيادة القانون وأعرب وزراء خارجيات مجموعة السبع وممثل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك عن تعازيهم لشعبي تركيا وسوريا إثرى الزلزال المدمر وأضف الأعضاء وممثل الاتحاد الأوروبي أنهم يعملون مع الشركاء لضمان توفير الاستجابة الإنسانية اللازمة والاستجابة للأزمات والمساعدة الفنية دون قيود لذلك شددوا على أهمية التنفيذ الكامل لقرار توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا رياضيا حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا على مضايفه ليفربول الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المواجهات التي جمعتهما على ملعب أنفلد في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم ورغم تقدم ليفربول بهدفين في ربع ساعة الأولى من الشوط الأول إلا أن الفريق الملكي تمكن من العودة بقوة للقاء ونجح في تسجيل خمسة أهداف متتالية ويضع قدما في الدور الربع النهائي للمسابقة القارية ومن المقرر أن تقع مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب سانتيجو برنابيو يوم الخامس عشر من مارس المقبل حيث أصبحت مهمة ليفربول صعبة للغاية من أجل بلوغ الدور القادم وشهد المعبد الكبير للملك رمسيس الثاني بأبو سنبل ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك بقدس الأقدس وذلك بحضور عدد من السائحين الأجانب والعرب وزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة وتتكرر الظاهرة مرتين كل عام يومي الثاني والعشرين من أكتوبر والثاني والعشرين من فبراير لتكذب أنظر العالم حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقدس والذي يبعد عن المدخل بنحو ستين مترا لتشعب نورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل